زاد حجم الأموال التي تجنيها الميليشيا الحوثية من الضرائب نحو ثلاثة أضعاف ما كان يتم تحصيله وجباياته خلال الأعوام الماضية إذ يقترب ما تجنيه مصلحة الضرائب التي تديرها الميليشيا في صنعه من تسعين مليار ريال شهريا بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف الضرائب المحصلة خلال العام قبل الماضي مصادر محلية قالت إن مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة الميليشيا وردت نحو خمسة وثمانين مليار ريال نهاية شهر مايو ما يعادل أكثر من مئة وثلاثة وخمسين مليون دولار وهو المبلغ الذي يتوقع أن يصل إلى تسعين مليار ريال ما يعادل أكثر من مئة وثين وستين مليون دولار في شهر يونيو من هذا العام أي بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف من العام الماضي وأرجعت المصادر ارتفاع قيمة أموال الضراب التي تجنيها الميليشيا إلى تعمدها زيادة نسبة الضريبة سواء من كبار المكلفين أو من بقية الأوعية الضريبية الأخرى بنسبة تزيد عن مئة في المئة على بعض المكلفين أو المؤسسات حيث تشير المعلومات إلى ارتفاع إرادات كبار المكلفين إلى ستين مليار شهريا أي بزيادة عشرين مليار ريال عن العام الماضي وفيما تواصل الميليشيا رفضها تسليم المرتبات فإنها تقوم بتوريد أموال الضرائب مثلها مثل بقية الأموال التي تقوم بجنيها ونهبها من موارد الدولة وعائدات الزكاة والأوقاف وغيرها إلى حسابات مجهولة لبناء إمبراطوريتها المالية وشراء العقارات التي وصلت أسعارها في زمن الميليشيات إلى مستويات خيالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة